الفخامة والسمو والمعالي الضيوف الكرام السيدات والسادة قطر تحتفي بصرح ثقافي ومعماري صاحبة السمو الملكي الأميرة لالحسنة تحضر مراسم افتتاح مكتبة قطر الوطنية ممثلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله احتفال بطعم العلم والمعرفة اللحظة هي تتويج لفكرة ولدت قبل عقدين من الزمن هي الآن حقيقة مثيلة أمام الأعين فضاء للمعرفة وخزانة لتاريخ التدوين ووسيط لنقل المعرفة بين مختلف الثقافات مكتبة قطر الوطنية مؤسسة مرجعية للتراث العربي والإسلامي ومنصة للإنتاج الفكري تشهد قطر انطلاقة صرح معماري فريد وضع تصميمه المهندس المعماري ريم كولاس المكتبة تواكب أحدث التكنولوجيا الرقمية هي حافظة الذاكرة والتراث وتسعى لنشر المعرفة احتفال بحضور رجال الثقافة والسياسة والفن من كل العالم اليوم وضعت مكتبة قطر الوطنية على خارطة المكتبات العالمية زاخرة بالكتب والمعرفة وباقة من الابتكارات هي مكتبة بنيت كما يقال لتسبق المستقبل مراميها تحسين جودة التعليم وضمان المساواة في حق الحصول عليه مكتبة قطر الوطنية تضم عددا من الابتكارات التكنولوجية مثل فرز الكتب الآلي وشاشات الوسائط التفاعلية ومحطات الاستعارة بالمكتبة يحتفى اليوم بوضع الكتاب رقم مليون على الارفوف تسع المكتبة مليونا ومائتي الف كتاب وتضم المكتبة التراثية في قلب المكتبة الوطنية عشرات المخطوطات النادرة والنصوص التاريخية والخرائط والأدوات الفلكية بتصميمها الهندسي الأنيق ستكون مكتبة قطر الوطنية وجهة التائقين للعلم والمعرفة في أول مكتبة وطنية تفتتح خلال هذه الألفية